أهلا بكم من جديد استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الوضع العام في العراق كما تم تسليط الضوء على علاقات كردستان مع الدول العربية وأشار أبو الغيط إلى أن زيارته للإقليم ما هي إلا رسالة يدعو فيها الدول العربية لتعزيز علاقتها مع كردستان في إطار العراق الاتحادية مضيفا أنه لمس حرصا من المسؤولين العراقيين في دعم الإقليم ضمن إطار الدولة ولسيما في التبادل التجاري والاستثمار